سلام عليكم حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم خلاص ما بقيش غير يوميا رمضان كريم كده علينا وعلى الامة الاسلامية اجمعين يلا بقى بينا نعمل اخر التجهيزات بتاعة رمضان عشان الشهر كده يدخل علينا واحنا محضرين كل حاجة ليه في الاول كده عايز اقول لكم بس نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم الله وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي عليه لايك وتشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ في اخر تجهيزات رمضان طبعا احنا فرزنا وشلنا وعملنا كل حاجة تعالوا بقى نعمل كده ايه شوية مخل الحلوين لرمضان نعمل مخل الفلفل ولمون في منتهى الجمال يا بنات بصوا الفلفل اللي انا جايبه صغير وجميل ازاي الفلفل البلد الصغير ده بتاعي التخليل غسلته كويس جدا خرمته كله اديته نغزة كده بالسكينة كله وكمان جبت معي لامون بصوا اللامون اللامون غسلته كويس وديته غلوة واحدة بس تمام غلوة واحدة بس وتشيليه من على النار بعد كده بجيب مية مفلترة زمانتم متعودين معي مية المخللات لازم تكون مفلترة حطيت كده عليها معلقتين ونص مي معلقتين ونص ملح تمام كده ملح ناعم معي دي يعني وحطيت كملت المية بمية مغلية انا عايزة المية تبقى دافية عشان انا عايزة يستوي خلال يومين ثلاثة بالزبط بعد كده حطيت عليه معلقة هريسة كبيرة وعصرت عليه اللامونتين اللي انا ركنتهم على جنب دول جبت بقى البرتمانات بتاعت النضيفة المتعقمة مخسولة ونشفة طبعا وبتديت بقى رصي فيها اللامون والفلفل بتاعي هيطلع يبنات طعمه في منتهى الجميل جربوا كده في مية المخلل بتاعت اللامون والفلفل بالزيت تعصري عليها لامون بتطلع طحفة هرص بقى كده الكمية بتاعتي كلها بصوا انا برج البرتمان ازاي عشان بس ايه ياخد اكبر كمية من اللامون والفلفل تمام حطي بقى على الوش شوية تحبة البركة ما عندكيش خلاص تمام ما تحطيش هنا انا زودت مية مغلية عشان انا عايزة الفلفل واللمون بتاعي يستوي بسرعة بعد كده هبتدي حطي بقى المية اللي انا عمليها المية بالملح باللمون تمام كده بشوية الهريسة هي اللي مديها اللون اللحمر الجميل ده بتدي طعم حلوة قوي للمخللات حطي بقى على الوش بتاعي قشر اللامون وبعد كده غطي بكياس واقفل البرتمانات بتاعتك عايزة تقلي بيها قلي بيها مش عايزة تقلي بيها عايزي سيبها زي ما هي كده هي اللي كياس هتمنع ان الهوى يدخل خلاص وتقفلي بقى كويس جدا ثلاثة ايام او يومين بالضبط وتاكلي منه هيبقى طعمه حلوة قوي تمام كده اللي بصوا بقى انا بغطيتها زي ما قلتلكوا اهو باللكيس هقص بقى الكيس زي انا مش هسيبها مدلدلة كده لأ هبصوا قصتها كده عشان شكلها يبقى جميل كده خلاص عملت كده تلات برتمانات مخلل وكمان انا عاملة مخلل خيار وهاركنهم بقى على جنب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني جبت بقى عندي نص كيلو فول تدميس ونص كيلو فول متشوش غسلتهم كويس ونقعتهم ليلة كاملة تمام ده بقى اللي هو تاني يوم الصبح تمام غسلت بقى الفول بتاعي كويس من الميا اللي كان ما نقع فيها وهبتدي بقى ان انا احطه في الدميسة بتاعت الفول وحط عليه شوية ميا وبعد كده هيخد من الفول المتشوش ده بصوا يعني حوالي كده نص كبية او كبية هشطفها كويس برضو وهنزل بيها على الفول وبعد كده حط على الفول بتاعي ده مية وطمط مية زي ما انتو هتشوفوا معي دلوقتي عايزة تحطي نص فص لامون تمام يعني نص لامونية حطي برضو بتبقى حلوة بتخلي لونه بيطلع فتح تمام كده مش عايزة تحطي عايزة تحطي عاتس عايزة تحطي فص توم بصي زي ما انتو حبة في ناس بتحط رزي في ناس بتحطي كمان الامح بتاعي البليلة بتنقعوا بتحطوا اي حاجة عايزة تحطيها على الفول حطيها تمام وهسيب وبقى يعود يغلي 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 وبعد كده هوطي النار عليه زي الشمع هنا يا بنات هنعمل عجلة التعمية مع بعض جبت وصلوية كده حلوة وقطعتها ومعها كان فص توم زي ما انتو شفتوا التوم بتاعي انا في يعني انا عاملة توم متفرز وده توم برضو كان باقي عندي فقلت افصص واشيله في علبة كده علشان ايه ما يبص مني ويفضل وسيبته بره فحطيته في علبة وشيلته في الفريزر بيطلع حلوة قوي ميشي بعد كده حطيت ايه حطيت كمان شوية كوزبرة انا باخد الورق بتاعي الكوزبرة بس حتى انا ورتكو ان العروق دي ما ينفعش احطها في عجلة التعمية ليه لان هي بتشرب زيت يعني لو جيت حطتيها وجيتي بقى قليت التعمية بتاعتك هتلاقيها كلها زيت وهتبقى مش حلوة خالص يبقى حطيت كده ورق الكوزبرة حطيت معي بصلوية وحطيت معافة الصين توم هحط شوية ملح وشوية فلفل اسود وهقلب بس مش هحط اي توابل تانية ولا بهارات ولا هحط كوزبرة ولا هحط كمون الحاجات دي كلها بقى حطيها امتى وقت لما تيجي تطلعيها من الفريزر وتفكيها وتيجي تقليها في الزيت تمام كده هضربها بقى في الكبه بتاعتي انا حطها معي هنا كده حوالي نص كبية مية بحط معلقة مية واحدة بس في كل مرة الكبه ما بترداش تلف فيها ما تزوديش مية عشان ما تشربش منك زيت ويبقى طعمها مش حلو حطي معلقة مية واحدة بحيث ان الكبه بتاعتك تمشي كويس لو كبتك مشاء الله حلوة وبتلف ما تزوديش مية خلص بصوا عملت كمية حلوة هي حطتها في ست كيس ما تزوديش كمية العجينة اللي انت حطها في الكيس لان طبعا الطعمية هي مش مستحبة قوي في الصحور لان ايه بتعتش يا بنات فاعملوا كده حبات صغيرة في كل كيس عملت ست كيس تمام كده جنب بقى الفول بتاعي اللي انا عامله جنب البيض انا جبت البيض جبت الفول جبت الجبنة القريش جبت كمان علبتين جبنة جبت جرجير وجبت خص يعني زبطت كده التلاجة بتاعتي بحاجة الصحور تمام كده اه تمام يا بنات تمام هنا بقى التوابل بتاعتي طلعت دورت التوابل دي كنت شايليها وكنت بستخدم كده البرتمانات حطها فوق فقلت بقى طلعها وابتدي بقى اعبي فيها التوابل اللي هي ايه مش متعبية في حاجة الحاجات بصوا في حاجات كانت يعني جهزة عندي في البرتمانات فحطتها زي ما هي في حاجات لسه في اللي كيس عايز عبيها زي السبع بهارات بهارات شاورمة ايه تاني ضربت فلفل اسود وعملته كسبرة وكل حاجة بقى مش مكتوبة عليها ابتديت ان انا احط اللي هو الورق اللي بيتلزق ده واحطه على البرتمانات لان في حاجات كتير شبه بعض يعني عندي بهارات الكبدة بهارات الشاورمة السبع بهارات في حاجات كتير شكلها قريب من بعد كمان اللي هي البهارات الهندية اللي هي اسمها مسالة دي برضو شبههم فعشان كده كان لازم اني اكتب على كل حاجة عشان ما اطلقبتش وبردو بتبقى روحة يعني بتطلعي الحاجة اللي مكتوب عليها كده على طوله بتستخدميها طلعت كمان هنا شوية كسبرة من الحصة اللي كنتش اليها وهنا برضو الكمون الكمون يا بنات اهم حاجة لازم تنققوا كويس جدا لان بيبقى فيه تين وبيبقى فيه رمل صغير قوي فلازم تنققوا كويس جدا 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 وتغربلوه كده كم مرة بالمنخل بتاعك وبحيث انه ينزل اي شوائب فيه بعد كده بتحمصيه شوية على البتجاز وبيتسيبيه لما يهدى خلص وتقومي دربه بقى بيطلع معيك احلى كمون تخدي منه رشة واحدة بس كفيلة ان هي تخليلك الاكل طعمه جميل بس كده ودي كان باقي شوية الفلفل الاسويت دول كملت عليهم برضو طلعت شوية من الحصر اللي عندي ودربته هو كمان في الكبل اللي هي بتاعت التوابل دي والباقي بحطه بقى في البرتمانات الكبيرة يعني بصوا انا بحط باملة اللي هي البرتمانات الصغيرة بتاعت دورت التوابل والباقي بحطه في البرتمانات الكبيرة بس كده بحيث ان اجهز كل حاجة يدخل علي رمضان بسم الله ما شاء الله يبقى كل حاجة جاهزة عندي ومتزبطة ما عودش بقى ادور ولا لسه هضرب شوية فلفل الاسويت شوية كمون لأنا كل حاجة جاهزة عندي جبت ايه كمان جبت الجليش وجبت السامبوسك وجبت كمان الكنافة من عند الفططري الكنافة بنات الكيلو بتاع عامل 60 جنيه جبت النص بتلاتين السامبوسك الكيلو بتاعه بسبعين والنص بخمسة وثلاتين تمام كده وإيه تاني والجليش جبت النص بخمسة وعشرين وإيه دي شكل المطبخ بتاعي بعد اما خلصت خلاص الحمد لله جهزت كل حاجتي وهستقبل رمضان وشائتي مفروشة وجميلة ومطبخي زي الفل كل سنة وانتو طيبين وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب وإيه دي شكل المطبخ أهو قولولي بقى رأيكم إيه في التعليقات بصراحة لما بنظفه بحس إن أنا عايزة نم فيه مش عايزة أخرج منه وكمان ما بقاش عايزة أعمل أكل فيه مين زي كده لما بينظف مطبخه ما بقاش عايزة يعمل أي حاجة فيه بس كده يا بنات كل سنة وانتو طيبين يارب الفيديو يكون عجبكوا تكونوا خدوا منه ولو فكرة واحدة ده الفول أهو بيستوي بعد أما يخلص بقى هسيبه يهدى خالص وعبيه في اللي كيس بتاعتي يلا حبايب ألبي أسبكم في رعية اللي ومع ألف سلامة باي باي هاتوا الفوانيس يا أولاد هاتوا الفوانيس حانزف عريس يا أولاد حانزف عريس هاتوا الفوانيس يا أولاد